من اكثر الكصص التي اثارت الجدل في التاريخ وبشكل خاص بين النساء والرجال هي قصة الفتاة ام النمر للأديب الامريكي فرانك ستوكتون مضمون الكصة انها تحكي عن ملك سادي ابتدع طريقة جديدة لمحاكمة المتهمين وهي ان المتهم بجرم الماء يقف امام بابين مغلقين باب منهم توجد خلفه فتاة جميلة والثاني خلفه نمر جاء لو فتح الباب الذي خلفه الفتاة الجميلة يتجوجها المتهم اذبارا ولو فتح الباب الذي وراءه النمر يكون عليه مصارعته او يكون وضبة الذي ذا له والاختيار هذا يدل اذا كان المتهم بريئا او لا لو فتح باب النمر يعني ان المتهم مدام ولو فتح باب الفتاة يكون بريئا وحرا كان جدل القصة ان ابنة الملك احبت شخصا من العامة وهو ايضا احبها لكن صادف ذات يوم اثناء مرور ابوها الملك بالقصر انقبض عليه في الجناح الملكي مع ابنته ولما وجده من العامة قرر ان يحاكمه بالطريق المعتادة الفتاة ام النمر اتى وقت المحاكمة فنظر المتهم حوله في الحجد مضعورا فرأى الامير حبيبته تدلس في المقصورة تنتظر وهي تستطيع بسهولة معرفة اي البابين خلفه الفتاة وايهما خلفه النمر كان المشاهدين يترقبون فنظر لحبيبته نظرة اخيرة فاشارت له على باب من الاثنين بدون ان يشعر بهما احد وهنا اخذ يفكر سريعا فهو متأكد للغاية من انها تحبه وتريد له النجاح وبالتالي محال ان تكون قد اشارت له على باب يكون النمر خلفه لكن الامير امرأة وبطبعها غيورة فهل اشارت له على الباب الذي خلفه الفتاة الجميلة والتي يتوجب عليه حتما الزواب منها هل انتصرت المرأة الغيورة بداخلها ام انتصرت المرأة المحبة هل يطيعها ويصدق اشارتها ام يكرر لوحده ويختار الباب الثاني اخيرا قرر الشاب ان يفتح الباب الذي اشارت عليه الاميرة وهنا نجد المؤلف يقول انا اسف لا استطيع ان اتوقع النتيجة ولا اعرف ما الذي خرج من الباب الفتاة ام النمر وانتهت القصة لكن الحدث لم ينتهي القصة اثارت غضب الكراء بشكل كبير وتسببت في جدل بين الجنسين واسع النطاق الاناث يرون ان المرأة مضحية بطبعها وتفضل ان ينعم حبيبها في كنف فتاة اخرى ويظل حيا على ان يموت وتفقده والرجال يرون ان هذا هو طبع المرأة تفضل ان يمزج حبيبها نمر المتوحش على ان يعيش مع امرأة اخرى غيرها